للإبنين البوتاجي أبسك اللذي يدرك الجهة التي يكون فيها فلاكارد تخزين وللعبها الفرن ذلك هكذا الكلام لا نضع البوتاجي والرباصة التي يكون فيها لافيسج والرباصة التي يزيج فيها الغسل لم يريد أن نضع البرس للغسل الملابيس نقدروا ندخلوها تحت من البوتاجي. السلام عليكم كيف الأحوان نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم حول المطابخ العصرية. غادي نعطيكم فيه معلومة مهمة عن التصاميم والقياسات وايضا الطريقة الصحيحة اللي نقدرون نبنو بها البوتاجي بلا من ندمو. فيديو غادي يكون مهم. فيديو غادي يكون متميز غير تابعوه الى الاخر. ولكن قبل ما نبدو ما تنسوا الشبط تحت و تعملوا واحد اللايك. واول نقطة غادي نبدلكم بها هي الزليج ديال المطبخ. بالنسبة للزليج ديال الارضية حولوا ما امكان. نفس الزليج اللي خدمتوا به الارضية ديال المنزل ديالكم كاملة هو اللي تخدموا به الزليج ديال المطبخ. غادي يكون احسن بكثير. سواء كان عدنا هذك المطبخ مفتوح فصل منزل ديالنا. سواء كان هذك المطبخ مزدود. يعني هذ النقطة هذي مهمة اردو معها البل. وطبعا تقدر تبدل الزليج ديال الارضية ديال المنزل ديالك. لكن هذ تبدال خاصو يكون بين طابق وطابق. اما مني كان يكونوا في نفس الطابق فمن الاحسن طبيعة الحال انكم تخدموه بنفس النوع ديال الزليج. اما بخصوص الزليج ديال الجدار ديال المطبخ فمن الاحسن تخدموه بالكمباكتون اللي كيكون القياس ديالو مترو وعشرين على ستين. وطبعا لان هذ النوئية ديال الزليج كيكون ثمان ديالو زايد. فمن الاحسن تخدموه غير في الكريدونس كما تشوفوا معي هنا يعني هذيك البلاصة اللي بين البلاكارات ديال الفوق والبوتاجي ديال تحت. اما باقي الجدران ديال المطبخ وخصوصا اللي ما كتكون شي مغطيب البلاكارات. تقدروا تخدموها بنفس اللوتام اللي خدمتوا بها الكريدونس يعني نفس الزليج مثلا المرخم بالرمادي غير هو ما يكونش كومباكتور يقدر يكون زليج عادي يكون رخص. هكا باش تنقصوا الميزانية ديالكم. اما تبارك الله اللي عنده الامور المادية ميسترا. فيقدر يخدم جميع جدران اللي هي باينة. يخدمها بالكمباكتور أستسمح. بالنسبة للبلايس اللي كيكونوا مدرقين بحل بلاسة ديال بوتاجي لتحت. بحل بلاسة اللي كتكون بلاكار الفق خصوصا بالنسبة للإخوان اللي كيخدمو حتى نسقف. تقدروا إما تديروا غير صباغة وتقدروا ايضا تديروا نوع ديال زليج اللي كيكون رخص ايكوناميرا كيكون دائرة غير 45 درهم لانا ما غاديش يكون باين. وده بغدي ندوز النقطة الثانية اللي كتتعلق بالبناء ديال بوتاجي. بالنسبة للإخوان اللي بغيني يبنيوا البوتاجي في المطبخ ديالهم. بطبيط الحال انا ما غاديش نقول لكم لا. وهذه النقطة كنا تنقشنا فيها في واحد الفيديو سابق. غير هي حاجة واحدة للإخوان. على الأقل ما تبنيوا البوتاجي ما تبنيوا واشبع شوائية. حيث بزاف ديال الإخوان كيكون عندهم البناء في الدار غير كيوصلوا لمرحلة ديال بوتاجي كيقولوا لي الله بني البوتاجي. وهذه البناء كيبني هذه البوتاجي بطريقة اللي بغا. لا أخوتي. ضروري يكون عندك واحد تسمي مسبق قبل ما تبني. وتكون عارف كل حاجة فين غادي تديرها. وفق القياسات اللي هي مضبوطة. بطريقة اللي هي مضبوطة. ومن الأحسن تدير واحد تسميم تخوات ديال المطبخ ديالك. ما غاديش يكلفك بزاف. باش تدير واحد الشكل العام. واضبط واحد الشكل العام من هذك المطبخ ديالك. وتكون عارف كل حاجة فين غادي تديرها. وعاد من بعض عاد تقول لبني ابنيك البوتاجي. طبيعة الحال وفقها هذك تسميم اللي هذرتي. مثلا الجيهة اللي غادي يكون فيها مثلا البلاكار ديال تخزين. وكنديروا فيها البلاجة وكنديروا فيها الفران. هذك الجيهة لماذا أصلا نبني فيها البوتاجي. يعني لا دعي ان نبني فيها البوتاجي. وايضا البلاسة اللي غادي تكون عندنا فيها لفيسيل. البلاسة اللي غادي تكون فيها الغسرة ديال الملابس. يعني لماذا نديروا فوق منها الضالة أبدا. يعني باش هذك الجيهة اللي غادي تقدروا ندخلوها تحسم البوتاجي. يعني كينين بزاف ديال النقاط المعايير. ضروري تكونوا عارفينها. ورانا ايضا ما نشرحها يعني في جميع الفيديوهات. عاد تقدروا تبنيو هذك البوتاجي. وايضا هذك البناي اللي غادي يبنيلك هذك البوتاجي خصو يكون حريفي. يعني الضالة ديال بوتاجي مخصوش يفوت السمك ديالة خمسة سنتيم. وايضا نخصو يديرو ملتحت مزلج يعني مفيني. يدير زليج مقلوب لوجه دياله هو اللي يلتحت. وعاد يرمي الضالة دياله. اذا كينا بزاف ديالنه قد خصوكم تردو مع هالبال. لان شحال من واحد. حتى بنا البوتاجي عاد تواصل معايا. باش نخدم له تصميم. تخوضي. وكيكون هذك البوتاجي كله اخطأ. وحتى حجمه في بلاسة. وخصو كامل يتريب. وكتبقى ملات الدار حصلة لان الزوج ديالة ما غاديش يوافق لا انها تريبه. حيط لاحظ العون من حقه. وكيكون يالله سالة الاصلاح. يالله زليج. عاد غادي يولي يريب كل شيرا شوية القضية صعبة. لهذا ردوا البال للإخوان من الأول. هذا هو الدور ديال هاد الفيديوهات اللي كنديرو داب هنا في القناة. هي الإنسان يتدارك ما يمكن تداركه قبل ما يوقع الفاس في الراس. ونقطة أخرى غادي نأكد لكم عليها. هي دائما اني كنجين دير تصميم ديال أي مطبخ. كنشوف الاحتياجات ديال ملات الدار هي اللولى يعني كنشاور معها. شنو بغغت تدير في المطبخ دياله. واش بغغت تكتر في الأدراج او لا بغت تدير غير البلاكارات من التحت. واش بغت تدير حتى الآلة ديال الغسيل في الملابيس في المطبخ دياله. رغم أني كنأكد على جميع السيدات أنهم يكتروا الأدراج في المطبخ دياله. يعني ما كرحتكمش أن البوتاجي تحتاني كله تقريبا ديروه أدراج لأن كما كتعرفوا الأدراج كتسهل لنا وكتسهل لنا الوصول إلى جميع الأغراض ديالنا بخلاف البلاكارات. يعني من كيكون عندنا الدرج يعني الأشياء كلها تكون قريبة لنا كلها مستفحدانا يعني ما كنضروا أننا نحنوا يعني غير كنجبدو هذا الدرج وكن نوصون كل شيء. من كيكون عندنا البلاكار كننضموا فيه الأشياء والأغراض ديال المطبخ كينا أشياء اللي كتكون لور نداخل لأن بحكم أن البوتاجي يكون العمق دياله ستين سنتيم. وبالتالي مني كنبغي نقلبوا إلى شي حاجة نحنوا ونقلبوا عليها داخل يعني هاد الشيء هادك يعد بمولاة الدرج. وأيضا نأكد على جميع الإخوان أن البلاكارات ديال المطبخ ديالهم يحاولوا يوصلوهم حتى نسقف كنتفادوا عدة مشاكل من بين هادك تجمع ديال الأوساخ اللي كيكون فوق البلاكارات الفوق وأيضا يعني كتزادنا واحد المساحة ديال التخزين. وباش هاد العملية هاد يجيكم مزيانا حاولوا ما أمكن تقريبا تخليوا هادك جوج متر وسبعين في الارتفاع ديال المطبخ ديالكم. تقريبا يعني يقدر يكون أقل شوية قدر يكون أكثر. وهذه العملية هذه بطبيعة الحال خسكم تضبطوها من يكون عندكم القباص يخدم لكم البلافون ديال القبص ديال المطبخ ديالكم. يعني تحاولوا هادك الليزار اللي كيكون في الجوانب ديال هادك القبص هو اللي تهبطوه. ما تهبطوش ثقف كامل وتخليوا في الكوزينة كاملة لعلو ديال غرج متر وسبعين. غيجيكم ثقف حاني. إذا كان كان هبطو غير هادك الليزار اللي في الجوانب. هو اللي كان هبطو بحيث أننا مني كان عبرو من الارضيه ديال كوزينة حتى تنسقف كيبقننا جوج متر وسبعين. بطبيع الحال خارج القياس ديال الفورمة يعني كتخليوا مثلا الواحد عشر ولا ثمانية سنتيم ديال ديال فورمة عاد كتشدوا هاد القياس هادا. أما الوسط ديال البلافون بطبيعة الحال هذا كتخليوه عالي باش كي يكون الدكور دياله أحسن. بطبيعة الحال مني كان نخليو هاد القياس نعم لانا مني كنديرو الادراج لتحتوه مني كنوصلوه لهذا البلاكارة تحت انسقف راه الكوزينة كتغلق والله يحصل لأول جاميع وخصوصا مؤخرا مع الارتفاع ديال الاسعار ولكن انا كنعطيكم الاشياء اللي فعلا 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 غادي تفرق في الكوزينة ديالكم وما غاديش تندمو ابدا على الكوزينة ديالكم وعا تبقى عجبكم واحد لمدة طويلة يعني حاولوا ما امكان جمعوا الفلوس مزيال للمطبخ ديالكم حاولوا ما امكان ما يكونش عندكم عدة التزامات وعدة اخرى وعدة اصلاحات يعني ركزوا غير مع الكوزينة بشوفوا اشياء وحد اخرى يعني بشوية بشوية حتى حاجة ما تجي في خطرة وبقى واحد النقطة اخيرة غادي نأكد لكم عليها هي بالنسبة الارتفاع اللي سنحطوه فيه لهوت بالنسبة الارتفاع هذا كيكون تقريبا بين 70 حتى 75 سنتيمتر فقط يعني ما كنديروش العلو كتار من هكا علاش لانا اذا مشينا اللينا ودرناها مثلا على 85 او 90 سنتيمتر الكافاءة هذه الشفات كتنقص يعني ما كيبقاش امتصنا الابخيرة والروائح مزيان بالنسبة البرز اللي كنخدمو به هاد الاهوت حتى هو بطبيعة الحرة كيكون عالي تقريبا غادي تديروه من الارض يعني من بعد الفورمات دائما ميكانتكو من القياس يعني الاساس الفورمات دايزة واللي ما كنت تكون عنده الفورمات دايزة كياخد بعيد الاعتبار القياس اللي يخلي الفورمات المهم تقريبا كنديرو بين جوج مترو حتى جوج مترو او عشرين من الارض احتل البلاصافي غادي نديرو هاد البرز علاش باش هاد البرز كيجي مغطي ما كيجيش باين يعني كيجي تحت من هاد الاهوت ما كيبقاش باين بصيفة نهائية نسبة الاخوة اللي كيسونوني كيقولوا ليحنا عدنا جوجنا وافيد في المطبخ يعني لا داعي اننا نديرو لهوت غادي نقولكم اللاهوت مهمة بزاف في المطبخ العصري وضرورية ويأهم حاجة في المطبخ العصري لان فعلا الدور دياله ممتاز ومني غادي تديروه وغادي تجربوه عاد غادي تفهمو هاد الهادرا اللي كنقولكم لان ما كيخللناش الروائح ابدا في المطبخ ديالنا جامع الابخيرة كيمتصة حتى هادك الحائط اللي كيكون عدنا قدم الابلاكو اللي كيكون دائما ميددم مني كتدير لهوت ديالك ما كيبقاش ابدا هادك اللي دمت ما يعني في صراحة واحد نعمة كبيرة لهذا كنقولكم حاولوا ما امكان تديرو له لانستالاسيون ديالو وتديروه وتشوفوا نوعية جيدة ورا عندي عدة فيديوهات كنشرح لكم كيف تديروه تختاروه لهوت الجيد اللي غادي يمتصلكم الابخيرة مزيين واذا بوصلنا للنهاية ديالفيديو نتمنى يكون عجبكم وستفدتم منه ما تنسونيش من لايك من تعالق الجميلة ديالكم اللي دائما كتفرحني شكرا لكم بزافع لها وايضا حاولوا ما امكان تبرتجوا هاد الفيديو مع اهل الاصدقاء وجميع مواقع التواصل الشيماعي لان كينا ناس اخرين حتى هما محتاجين هاد المعلومات ومحتاجين يستفدوا قبل ما يتضرفوا ووقعوا في خسائر وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله اشتركوا في القناة